أفد مرسل الغد أن ما يسمى بجماعات الهيكل اليهودية المتطرفة دعت لاقتحام المسجد الأقصى المبارك اليوم ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من القدس المحتلة أحمد البديري مرسل الغد إذن أحمد تستمر عملية التحريد على اقتحام الأقصى كيف هو المشهد لديك؟ بلا شك أن التحريد الإسرائيلي وتحديدا من منظمات الهيكلية والمنظمات المتطرفة التي تتزايد بذئي الأعياد اليهودية وتحديدا عيد العرش ولكن الأعداد منخفضة مقارنة بالعام الماضي وبات واضحا بأن هناك إشكالية كبيرة عند الجانب الإسرائيلي فيما يسمى بالحشد فمثلا نحن نتحدث عن قرابة 70 إلى 5 إلى 80 مقتحما خلال هذا اليوم في الساعة الصباحية الأولى لو قررنا ذلك في العام الماضي سوف نجد الانخفاض بالثلثين ولكن على جانب آخر سياسيا يريدون أيضا أن يستغلوا هذه الفرصة وذلك لزيادة التحريد والحشد فعلى سبيل المثال أفيد اختر الذي كان رئيسا للبخابرات الإسرائيلية وهو الآن رئيس لجنة الخارجية والأمن التابع للكنيسة عاد وطالب بأن يكون هناك وضع البوابات الإلكترونية هنا على بوابات المسجد الأقصى وذلك كما قال لأن هناك تهديدات حقيقية لمناظمات يهودية متطرفة يمكن أن تقوم بالاعتداء على المسجد الأقصى يبقى هذا المكان هو الأكثر حساسية والأكثر اهتماما من قبل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء في التطورات الأمنية الصغيرة التي قد تحدث لهذا فإن دائرة الأوقاف الإسلامية هنا في المسجد الأقصى أصدرت بيانا وقالت فيه بأنه لا يجب أن يتم استخدام الأعياد اليهودية كحجة لاستمرار الاقتحامات نعم شكرا جزيلا لك أحمد البوديري مرسل غد كنت معنا من القدس المحتلة